أعداد الزوجية أذكر بما يعنيه أن يكون لمجموعتين نفس الحجم ماذا أقصد بقولي أنني أملك نفس عدد الأصابع في يدي اليمنى كما في اليسرى؟ لدي خمسة أصابع في كل يت لكنني لست بحاجة إلى أن أعدها ما أحتاجه هو مطابقة الأصابع الواحدة مع الآخر نعتقد أن القدماء الذين يتكلمون اللغات التي لا تتضمن أرقام أكبر من ثلاثة استخدموا هذا النوع من السحر فمثلا إذا تركت أغنامك تخرج من الحضيرة لترعى تستطيع تتبع عدد الخارجة منها عبر تخصيص حجر لكل واحد ووضع هذه الحجارة الواحدة والآخر عند عودتها عندها تعرف إن تم فقدان أي من الأغنام وكمثال آخر إذا كنت أتحدث في قاعة مقتضة بالحشود حيث أن كل المقاعد محجوزة ولا أحد واقف أعلم أنه يوجد نفس العدد من المقاعد والناس في جمهور مع أنني لا أعرف عدد أي منهما لذا منعنيه بقولنا إن مجموعتين لهما نفس الحجم أن العناصر في كلتيهما يمكن مقابلتهما الواحدة والآخر أظهر لنا أستاذي أن الأعداد الصحيحة تارد في صف واحد وتحتها الأعداد التي تكون ضعفها ففي الصف السفلي يوجد جميع الأعداد الزوجية ولدينا تطابق واحد لواحد إذن يوجد أعداد زوجية بقدر ما يوجد أعداد صحيحة كلية ولكن المزعج هو أن الأعداد الزوجية ما هي إلا جزءا من مجموعة الأعداد الصحيحة لكن هل يقنعك هذا أنني لا أملك نفس عدد الأصابع في يد اليمنى كما في اليسرى؟ بالطبع لا ليس مهما إذا حاولت مطابقة العناصر بطريقة ما ولم تكن مجدية فإذا أمكنك العثور على طريقة واحدة بحيث تكون عناصر المجموعتين متطابقتين عندها نقول إن المجموعتين لهما نفس العدد من العناصر هل تستطيع تقديم قائمة من جميع الأعداد الكسرية؟ ربما هذا صعب حيث يوجد الكثير منها وليس من الواضح ما يجب وضعه بداية أو كيف نتأكد من أن القائمة تشملها جميعا؟ ولكن يوجد طريقة ذكية ننشي بها قائمة كهذه تم ذلك أول مرة من قبل جورج كانتور في أواخر 1800 بداية نضع جميع العداد الكسرية ضمن مخطط شبكي فيمكن أن تجد مثلا العدد 117 على 243 في السطر رقم 117 والعمود 243 والآن لنضع قائمة بالطريقة التالية وهي البدء من جانب العلوي الأيسر والتحرك ذهابا وإيابا بشكل قطري وتخطي أي عدد كسري من شكل 2 على 2 والذي يمثل الرقم نفسه الذي تم اختياره وبهذا نحصل على قائمة الأعداد الكسرية مما يعني أننا استطعنا إنشاء تطابق واحد لواحد بين الأعداد الصحيحة والكسرية لعلك تعلم أنه ليس جميع الأعداد الحقيقية الممثلة على مستقيم الأعداد هي أعداد كسرية فمثلاً جذر العدد 2 أو القيمة pi أي عدد كهذا يطلق عليه غير كسري ليس لأنها مجنونة أو شيء كهذا ولكن لأن الأعداد الكسرية هي نسب الأعداد الصحيحة لذلك تسمى الأعداد الكسرية مما يعني أن البقية أعداد غير كسرية تمثل الأرقام الكسرية باللا نهاية والأرقام العشرية الغير متكررة فهل نستطيع عمل تطابق واحد لواحد بين الأعداد الصحيحة ومجموعة من كل الأعداد العشرية؟ أو وضع قائمة تتضمن جميع الأعداد العشرية؟ أوضح كانتور أنك لا تستطيع ليس فقط لأننا لا نعرف كيف يتم ذلك بل لأننا لا نستطيع إحصائها بفرض أنك تدعي أنه يمكن إنشاء هذه القائمة سأريك أنك لن تنجح من خلال توليد عدد عشرية ليس موجوداً ضمن قائمتك سأشكل رقمي الخاص في مكان ووقت واحد بالنسبة للخانة الأولى بعد الفاصلة من رقمي سأنظر إلى الخانة الأولى من الرقم العشرية الأول لديك فإذا كان واحداً سيكون الرقم لدي إثنان وإلا سيكون واحد بالنسبة للخانة الثانية بعد الفاصلة لرقمي سأنظر إلى مقابلها في رقمك وأيضاً إذا كان رقمك مساوياً للواحد سيكون رقم إثنين وألا فسيكون رقم واحد فالعدد العشرية الذي ولدته لا يمكن أن يتواجد في قائمتك فهل يمكن أن يكون موجوداً في السطر 143؟ لا وذلك لأن الخانة 143 من الرقم الخاص تختلف عن الخانة المقابلة في قائمتك إليك الطريقة قائمتك غير مكتملة وهي لا تحتوي على رقم الخاص وبغض النظر عن القائمة التي ستعطيها لي أستطيع أن أقوم بتوليد أعداد عشرية غير موجودة في قائمتك وهنا نستنتج أن الأعداد العشرية لا يمكن حصرها ضمن قائمة فهي لنهاية أكبر من لا نهاية الأعداد الصحيحة ومع أننا نعرف القليل من الأعداد اللا كسرية كالجذر التربعي للعدد 2 والقيمة باي اللا نهاية من الأعداد اللا كسرية أكبر من اللا نهاية للكسور يقول البعض بأن الأعداد الكسرية هي كالنجوم في السماء ليلاً واللا كسرية هي كالظلمة أظهر العالم كانتور أنه لأي مجموعة لانهائية تشكل مجموعة جديدة تتكون من جميع المجموعات المتفرعة من الأصلية تمثل لانهاية أكبر من تلك المجموعة الأصلية أي أنه عندما يكون لديك لانهاية واحدة تستطيع دائماً إيجاد نهاية أكبر عبر تكوين مجموعة من جميع المجموعات الجزئية من المجموعة الأولى الأصلية وأيضاً يوجد عدد غير منتهن من النهايات بأحجام مختلفة إذا أزعجتك هذه الفكرة فأنت لست وحيداً بعض عملقة الرياضيات في زمن كانتور كانوا منزعجين من هذه الأشياء وقد حاولوا جعل هذه النهايات المختلفة إلى علاقة لها لكي تعمل الرياضيات بدونهم حتى أن كانتور كان مذموماً شخصياً وقضى النصف الأخير من حياته بين المصحات العقلية ولكن في النهاية أفكاره هي التي انتصرت حيث تعتبر اليوم أساسية ورائعة كل بحوث الرياضيات وافقت على هذه الأفكار ويتم تدريسها في جميع كليات الرياضيات الكبرى وقد شرحتها لكم في بضع دقائق لكنها يوماً ما ستكون معلومات عامة ومشتركة وهناك المزيد أشرنا فقط إلى مجموعة الأعداد العشرية حيث أن الأعداد الحقيقية هي لا نهائية أكثر تساءل كانتور فيما إذا كان يوجد لا نهايات بأحجام مختلفة بين هتين لا نهايتين وقال إنه لا يعتقد ذلك ولم يستطع إثبات ذلك وأصبح تخميناته تعرف بأنها الفرضيات المستمرة عام 1900 الرياضي الكبير ديفيد هيلبرد أدرج الفرضيات المستمرة كأكثر معضلات الرياضية التي لم تحل وتم إيجاد حل هذه المشكلة في القرن العشرين بطريقة نموذجية غير متوقعة أبداً في العام 1920 أوضح كيرت جودل أنك لن تستطيع إثبات الفرضيات المستمرة غير الصحيحة وفي العام 1960 أوضح بول جي كون بأنك لا تستطيع إثبات الفرضيات المستمرة وبأخذ الإثباتين معاً تكون النتيجة أنه يوجد أسئلة بلا أجوبة في الرياضيات تعتبر الرياضيات قمة المنطق البشري ولكننا نعرف الآن أن الرياضيات لها حدودها ولا تزال تمتلك العديد من الأشياء المذهلة لنفكر بها ألست مستعداً للعودة إلى الأرض؟ استمر في التعلم باستخدام مقاطع الفيديو هذه ولا تنسى الاشتراك لا تفوت فرصة تعلم شيئاً جديد